مرحبا بكم في الوطبيب حستكم لديكم كل سمانة ويجيب لكم مواضيع تهمكم على الصحة اليوم رح نعالجو موضوع المرأة الحامل وشنو هي اللي كومبورتور موضوع حالي لازم يكون في فصل الصيف باش نعالجو الموضوع هذا نستقبلو مادام قدروش واللي هي قابلة في الصحة العمومية ونستقبلو الدكتور كيرفا اللي هو طبيب مختص في طب وجراحة النساء والتوليد تابعوا معنا العادة تاليوم تالو طبيب مادام قلوش مرحبا بيك معنا في ألو طبيب دكتور كيرفا مرحبا بيك نك نبدأ معك بالنسبة للمرأة الحامل أسكو كيين خصوصيات تفصر الصيف وأسكو عنده تأثيرات على المرأة كي تكون حامل طبعا المرأة في بداية الحامل كيين تغييرات في الجسم التاحها تغييرات هذه عندها خصوصا أن الضغط دمتها ينخفض ينخفض لكي تقبل الحمل هذا وهذا تغيير طبيعي بسحي ينتج عنده علامات كيينيكية يعني أنها المرأة خصوصا في الفصل الأول من الحمل الدوخ عندها غتيان الضغط الدمتها يهبط في بعض الفترات تفقد حتى لوعي تاحها هذا في أيام طبيعية فصل الصيف ودرجة الحرارة العالية تزيد تزيد تأثيرت على علامات خصوصا إذا تعرضت لضربة الشمس أو حكمتها يونانتوكسيكاسيون يعني تسمم غذائي يدد لها إسهال يزيد لها القي وهذا شيء يعقد في تكفل بالصحتها مرحبا بك معنا شكرا جزيلا الله يسميك ماذا مرحبا بك وزاة الساشفة من قبلة في الصحر العمومية نحن نعرفه بلا ينسى الحوامل يكونوا عادة قرب وإلا متقربين من القابلة أكثر منه يكونوا لطبيط نحن نعرفه بلا ينسى الخبرة تاعك في الميدان وشنو هما ولا نسى كيفاش أسو عندك دي موتيف دو كونسلتاشون يزيدوا في الصيف الحمل لذن نعرفه أنه ماشي معرض هذه قاعدات لنسى أو العائلات يقومونها بلا يظهر كل شيء طبيعي فيزيولوجيا عادي هذه هي المرأة يعني المراكد والحامل لا يجب أن نعرفه لا يجب أن نعرفه لا يجب أن نتقل فينا نحن التشنج وإن أي مرض يزيد يمشي مع الحمل نحن نتكلم لابد من القابلة دابوغ والطبيب المختص في التوليد اللي هو يبين أنه فيه تشنج معي يعني فيه مرض يمشي مع الحمل إذن مدام الحمل جي المرأة عاديا فلي جينا وأكثره هنا عادي والإرشادات تعالقابلة راحات توريونتي راحات تبين للمرأة وتأسسها على أساس كيفاش تمشي مع الحملتها واحدها قبل في استشارة واحدها وكذلك بمنافقة زوجها والأهلها لأن الحمل جاهش صعيب للتحمله الحمل صعيب للتحمل إذن فيه دي كونديسيون وكي جي الصيف أكثر من ذلك أكثر من كل حالة الفوصل الأخرى لماذا؟ كان لقلق كان كل شي تبدل كان العطل كان العطل الزوجي جيب عطلاي ولي هو تاني كان أزواج لي ميتمشوش مع الحمل كان بزاف تغييرات مع العطل الصيفية والفصل الصيفي وكان كذلك الفوياج كذلك يعني نعم نعم هذا سيطن سيطن أكثر لذلك ما دابيا نحكي وعليوم في زوج أبدا ما دابيا نشوفو المجتمع الجزائري أسكو عندو فكرة على كيفاش تتعامل مع الحمل خاصة ثقافة الحمل في الجزائر أسكو عندهم المجتمع الجزائري أسكو معين على كيفاش تعمل المرأة الحمل مع فصل الصيف تبع معنا هالتقرير تحفوزي وانوفي كان هذا تقرير على المجتمع الجزائري أسكو هنا نشوفو بللي كان يعدهم ديموسيان كالي ما عندهمش كامل احنا ونالا باش نعطيولهم المعلومة مادام غيروش دكتور كالفان عارفو بللي فصل الصيف عندو الخصوصيات ستاعه هنا كان لفاقنس كان البحار كان لفوياج كان بالناس روح دونك أبغداد لسيجي حبيتنا عارف أولا المرأة كيد كو الحامل أسكو تقدر تروح البحار ولا تروح المسبح وتعوم وستقرار كما مرأة كما قولو كما تكون شانسية تسكو هنا تقدر تروح البحار أولا المرأة الحامل الحامل ما هو مرض غير في بعض الحالات وين الحامل يجي عند مرأة مريضة أصلا يعني عندها مشرح نحن نهضر على المرأة عموما اللي هي بسحة جيدة المرأة الحامل لازم تحيش حياتها بصفة طبيعية ونفس الوقاية اللي تتقال للطفل الصغير للمرأة ولا للراجل كيروح للبحار هي نفس الوقاية اللي تتخذ عند المرأة الحامل يعني لحذر لحذر أكثر تكسبوزيش بزاف للشمس تي بي تي بين الأحداث هي تعرض لأشياء الشمس غير منصوح به إطلاقا لأنه ممكن في المستقبل يمد أمراض جلدية يعني كان مضاعفات آنية إميدياتي كان مضاعفات آلان تارم يعني مضاعفات الآنية يعني تعرض لضغبة الشمس تعرض لضغبة الشمس يعني ممكن تفقد الوعي ممكن نكتب من البحر هذه نصائح عامة ترك المرأة كي تروح للبحر لو تروح للبحر بحالة لا رأيها لا رأيها لك حتى مشكل وشنو لازم تكون تتقي نفسها من الشمس تكون تحت البراثول تدير ضلايا تدير كاسكات هذا هو تتقي نفسها تتقي نفسها تحترام الوقت يعني المخصص للإستجمام لازم نحترم ومشي زعنا مصباح لعشي ويالي تعوم هادو سيدي موغمان هادو سي لازم تعرف أنها عندها وقت تحترام معا يدي وقد كانت مخصص وكان تحترام وكانت مخصص مخصص اـ موهما جدا عند المرأة الحامل لو كانت تتقي وقد تمت وتصمم وتضرر خصص وخصص لا تقلل تستطيع 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 الخميس المخصص يوح التخدام خاصة بمتابعة الحمل والاستجمام والخروج واللواج كذلك الفترة الثانية، الدوزيم ترميس دون دو ترى اى سي موان و سي موان اى نف موان تاني كان حذر اكثر ما ترفديش الحمل تي ست شهور سبع شهور ستشهور بعد اخر مطاف تروحي تدري كما تحبي صح عندنا نصائح خاصة في كل فترة الاسكون المراكية تكون انسان تنشوفو بالليل العرس يكون عرس في العيلة ولا يطلب من جهود بزاف لذلك هناك مجهود التحضير ومجهود نهر العرس لذلك هناك مجهود التحضير في العرس الحمد لله في هذه الثقة في هذه الوقائية العائلية في ما يخص المرأة الحامل في العائلة والمناسبة يعطوها يحترموها وقتها يعني يحترموها بزاف وصلنا للدرجة انه ميش مكلفة باش تقوم يعني معفية معفية لا رهيو كنت تتفشش وترتاح وخاصة تاني كاين الإشكالات في الأعلاس وين هي المبرد خبية المبرد ولاسونو هادة تصيب النساء كاين عندهم ما عندهم شطنسو ودي تحسن عندها الضغط تصيبوا الحماشية مليحة كامل يعني هادة لازم تتفادئ أماكن تمتصو نخرج تأثير عمو من عنا سكر particularly وذلك الذكام هادة أصعب عن ذلك لأنه جهاز المناعة حتى هابط طبيعيه يعني جهاز المناعة تأثيرها أسهل والزكام وتأثيرها أكبر ولجتها الحمى وهي بالزكام يعني ممكن الحمى هذه تدلها التقلصات في الرحمة تحتها وتشكل خطر على الحمل يعني احنا نحاوله انتفاده يا من الأحسن أنه المبرد ما يكونش بدرجة حبطة بزاف ما يكونش بارد بزاف تخير نكتين إنسان يقتصد وتبعد على المبرد يعني وتبعد على صونه كما قالت سيدا والنصائح هما نصائح عامة في الوقاية يعني اللي نضيف نضيف المرأي لك أنت راه ينضيفها راه ينضيفها قبل الحمل وخلال الحمل وبعد الحمل نصائح عامة في الصيف يفو سيدرات لازم تشرب بزاف الماء المرأة الحامل كتار من الإنسان يفوك السيدرات المرأة الحامل يفوك السيدرات تتطلع تتخلي الجهاز البولي تتنقص عليها وفي الصيف يفوك السيدرات بلوس ما تعرضش نفسها للأشياء الاشياء للشمس الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المأكولات والمشروبات يعني بتغسليدها تغسل الماكلة تحها مليح تاكل الماكلة غير نضيفها حاجة لتكبتها بيدها تتفادى أنها تاكل الحاجة لم أغسلتها بيدها الحاجة لتكب الخضرة كما رسالات تتفادى أنها تاكلهم برا وتجوز عطلة سعيدة بدون أي مشكلة خبية نشكرككم على نسائح عندي نصيحة واحدة كذلك نزيد نقولها في المياه مادم لازم لها يعني تشرب مليح وتشرب مليح الماء لازم نتفادى ونشربوه لامم او مينيرال بسكالي بيكم لامم مارك لكومبوزيشون الدفاغ حنا الحمدوله يعني بلدنا غانية من المياه المعدنية بسح لازم نخلطوه ما نقعد في اين مارك ألوك عندها صوديون بزاف نصيبو بعد دي كمبليكاشون لازم ننوعه لما نشرب اين مارك ينقص في اليود ثاني بزاف إذن لازم تشرب لازم تكون عندنا ثقافة اختيار وما نختاروش باك نفس المعدن نفس الماء يعني نفس القارورة لازم نخلطوه في ملبيناتهم هدي مليحة نصيحة لكل سبب كان الناس يقعدوا غير في اين مارك بشي مليحة أنا واحد منهم وليا ما مثلها يتقليميات آنية باش بكاين عائلات ما تقدر تسمح النفسها نتاك تشرب الماء معدنية لتسعة شهر ما لازم جنسة وبلد الدولة ووفرت لودروبيني مطيق يعني ما في حدا اشكال ما فيها لودروبيني الجزائري جيد جدا ممكن يتشرب بدون اي مشكلة أنا شخصيا نشرب لودروبيني بدون اي اشكال الحمد لله يعني حتى مشكلة ان هاتي فيتي في المعنى تقريفيا نتشرب الماء من بير مثلا لازم الماء من بير تكون عندهم مواصفات خاصة هذه ممكن كاين في المرأة ما شي كامل عندهم الامكانيات كاين عائلات كبيرة عندها اطفال كدير ما تقدر تسمح النفسات جيب الماء المعدانية دائما مدة تسعة شهر سينو ولكن ما تعال بير كاين دي تكنيك يغلي واحد كاين دي تكنيك والماء يتنقعوا من الماء تعال الحنفية للدولة تستكلف بالتطهير تاو آمن مئة في المئة لحقنا الفقرة تعنا الوطبيب نجوز نستقبل المكالمات تع المشاهدين تعنا ونجاوبوا تساؤلتهم مشاهدين تقدروا تصلوا بنا على الرقم 8300 وراء نهنا باش نجاوبوا تساؤلتهم لحقنا الفقرة تعنا الوطبيب مشاهدين تقدروا تصلوا بنا على الرقم 8800 وراء معنا دكتور كيرفا اللي هو طبيب مختص في طب النساء والتوليد ولي راح يجاوب على التساؤلات تعكم استقبلوا اول مكالمة دكتور ايوه اطفال الو مساء الخير مساء النور مرحبا بك معنا في حس الوطبيب مادام ومرحبا بك في نهار تيفي شكول معنا لايس المكسي مادام حايت مادام حايت مرحبا بك من راكت عايتنا أنا دي برج البحري مرحبا بك ومرحبا في نس برج البحري رمان دكتور كيرفا تفضلي الله يجبك عشك تفضلي مادام والله اخي عندي ايان بروبلم بان ده ده قواتر انا في انسان ده ست موى دوك اوه سيما دوزيام غوثيس في غوثيس اللوه يعني توبا بيان كان اللغمان تاعي نورمال في لابزيام غوثيس تلحقت سنكيام موى ابري رمضان بان سبت رمضان نورمال أبخير مدام عاوت عايت تيسا شباك كا عايت تورقيتو ديجا كاةوثيس زيرو ست رح تنجلون دوك خينو تاعي قاتلي سيبا بيان رح تالع بززاف لازم زيدو لادوز زدنا لادوز ميلا جينيكو كي رح تليها قاتلي سيبا بيان تاني ميلا جينيكو شنو زعمال ليكوز وشنو الاخطار ليغيس كي زعمال اللي على بيبي دوك حبيت ننسقسي للدكتور أسكو أسكو نقدر نعرف للاخطار اللي يكونوا على البيبي يكون اللورمان تاساش طالع بززاف ترابية شكرا مرسي مدام حاية تبعينا تسمعي الإجابة ديالك ونشكرك على التاسع ألو دكتور كيرو المريضة هذي لازم تعرف باللي الغودة الدراقية يعني التيرويد عندها دور مهم جدا في جسم تحتها أولا وفي النمو تعل الجنين خصوصا النمو تعل لسيرفو يعني الجهاز العصبي لسيرفو تعل الجنين وأنا نسأل لأنه لأنه لبيلان تيرويديا تحاليل لتشخص الأمراض تعلق الدراقية لازم يندارو في تلت شهر الأولين لأنه النمو تعل لسيرفو تعل الجنين يحبس في حدود الأسبوع السادس عشر من الحمل يعني ولدرنا لكان كين عجز في العمل تعلق الغودة الدراقية والتحليل يكون دار فالسانك يام واما مثلا كما الحالة هذي ممكن الجنين يتقاس يعني نتسأل صدير وين كانت تتبع على المريضة هذي لأنه البيلان تيرويديا يندار في الفصل الأول من الحمل في الفصل الأول من الحمل لتشخص المشاكل على تيرويديا باش نتجاوبوا معاهم بالدواء المريضة هذي عندها حاليا لازم تبدأ العلاج تحام ما نقولوش بالله راهي متأخرا ميوصانك يام واسي راهي شوية متأخرا هذا هو عند الجنين يعني يكون ممكن يكون نحن ما نقولوش ممكن تخافوه يكون تأخر في النمو تعلو سيربو دي بي بي وش لازم عنها هذا هو دوك حاليا لازم تبدأ دواء عندها عجز في الغدة الدراقية التحال الغدة الدراقية ما تخدمش بزا في الورمونات يعطولها دواء باش تخلف هذك العجز لازم تشربوه هذا هو والطبيب اللوندو كرينولوك يعطي لها الادوز اللي تكفي اللي تكفيها و الادوز تحق وستي يعني نعطي لها نزيد الهولان قسولة على حسب le tse اللي تكسح دواء شوكرا نستخدم بك انا مالتين مرحبا بكم مساء النور مرحبا بك مادام مرحبا بك الله بس سعوة الحمدلله كنتو مرحبا بس الحمدله يا عيشك معكم ناريمان من عسيمة ناريمان من عسيمة مرحبا بك تفدير ومعك دكتور كرباو طلحينيان الشغال ديالك مادام داكور. عندي سؤال. أنا أنا أنسانت في شهري 3 يام. وحبيت نصق في دكتور وشنو هو نوع الرياضة اللي نقدر نمارسها في كين كونها كا أنسانت في هذا الperiode. وأسكن ما تشكل خطر على الجانين. هذا سؤال الأول. سؤال الثاني حبيت بارك نعرف أهم المأكولات اللي نقدر ناكلها باش ما يكونش عندي يعني باش ما نسمعش على بلك المراكي تكونونسانت يتوت زيد زيد يزيد لطواتيالها. دونك شبيت نعرفوا شنو هم المأكولات اللي ناكلهم باش يكون فيهم كما قولوا فايدالية وللجانين وما نتوم يسمنونيش. شكرا للمدام. يا ديك ساحة. تبعينا تسمعي الإجابة ديانك. السؤال تعال فيما يخص الرياضة. نحن الحمل عن كين تقديس خاص للحمل عندنا في المجتمع الجزائري والمرأة كي تكون بالحمل يحادروا عليها لانطورة اشتاحها لأسرها لعائلة ما تديريش هكذا بلكي ما ترفديش هذي. الحمل ما هو شمرض. الحمل حالة طبيعية فيزيولوجية تجوز عليها المرأة بعد الزواج وهذا الشيء تتمنى كل مرأة يعني. الرياضة تقدر تدير أي تمتنع ممالسة الرياضة العانيفة يعني اللي فيها عنف. اللي فيها عنف. قتالية. رياضة القتالية. رياضة القتالية. رياضة اللي فيها عنف واللي ممكن تتلقى ضربات ولا ممكن تدير عليها عنف. لكن الرياضة من صحبها هو كونترار تقدر تدير. الرياضة المثالية هي رياضة المشي يعني تمشي. تقدر تدير الفوتينج تالية شوية. تقدر تدير الفوتينج مديري. دائما نقول للمريضات أنه الإنسان طبيب نفسه يعني. كل واحدة والحالة البدنية التالية دير 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 الفوتينج لحس تروح رياضة تحبس شوية. وإنسان يعرف يعرف القدرات التالية ويتماشى معهم. أحسن رياضة هي رياضة المشي. ممكن تمارس رياضة السباحة في المسابح يعني في المسبح يعني. سؤالتها لي قتلك المأكلات. وش نأكل بش ما نسمعش؟ هي لازم يكونها ريجيم ديتي. هي نصحته دايما للمرأة الحامل. أنها تتمادى أكثر من السكرية. يعني المشروبات الغازية السكرية غير من صحبها. لأن كمية السكر الموجودة فيها عالية جدا. الدهنيات. الدهنيات أكثر من الدهن. المهم أن تأكل حاجة نقية وطبيعية. وتكثر من الخضر والفواكه. حسنا. تنقص غير شوية السكر. تنقص السكرية. السكرية تتخبط. السكرية تتخبط. غير من صحبهم يعني. شكرا دكتور على الإجابة هذه. مشاهدينا تخذوا تعطونا على رقم 3800. نزيد ونستقبل المكالمة. ألو مساء الخير؟ ألو مساء الخير دكتور. مرحبا بك مدى؟ مشكل معنا؟ لا يسلمك. أنا كريمة ملوساندي. كريمة ملوساندي. مرحبا بك مدى. أما معك دكتور كيغفا. تفضلي. أعطينا الإنشغال ديالك. نعم. تفضلي. تفضلي. نعم. أنا عندي سبع شهر. وأني بالحم. أيوة. تفضلي سبع شهر. وأحكمني السكر وأني ندير فرانس تريلين. مليح؟ واني في الحمل الثالث. أيوة. عندي سؤال حبيت نستطيك. أسكر لنسيرين كي ندير هات أبطر على البيبي. نجاوبوك. هذا هو سؤال ديالك. وكي أسكر سؤال ثاني. كي نولد؟ تقدر تقعد معي هاد سكر يقعد فيها ولا يروح لك؟ ياتك ساحة مادام. تبعينا تسمعي الإجابة ديالك. شكرا على اتصال تاعك. ديالك. نبدأ بسؤال الثالي لأنه مهم. أولا أنت مادام تشخص عندك عنديابة جيستاصيوني. يعني السكاري اللي عنده علاقة مع الحمل. السؤال علاش عندك أنت خصوصا وما كانش عند مراوح دخرى. عادة انساهدوا عندهم قابلية ويلاثية أنهم يديروا. لأن الحمل يدفع الجسم أنه يستعمل كل القدرات تاعه. ويبين كل نقاط الضعف في الجسم المرأة. هذا أسكي تكمل لانسولين بعد الولادة. عادة لا. لكن بعد الولادة تاخد لي احتيات التحايلة كان عندها زيادة في الوزن ولا تنقص الميزة التحايلة. ليش ينص هذه؟ يعني الوقت اللي يبان فيها السكر تبعدوه أقصى حد. أنما السؤال الأول لانسولين أسكي أثر على الجانين. بالعكس اللانسولين مدام عطاههو الكتب. لأنه شاف بالأرقام سكر تاعك في الدم عالي. ولانسولين هذه باش تهبط السكر تاعك في الدم. السكر الزيادة لي في الدم ممكن يأثر على الجانين. ممكن يخلي الجانين يجي سمين. يعني الجانين يجي سمين بزاد. لأنه يقوم بكو سكر وهذا السمنة تجليه فراجيل والولادة ترجحها عسيرة ويزيد الجنين الأم اللي عندها سكر يجي زايد في الميزان يعيطوله ضعيف يعني ضخم ضعيف صحيا يعني الولادة عسيرة والجنين ميكون ضعيف صحيا ولازم له يقوموا به يعني يقوم بيزة شارج سبيسيال لانسويلين إذا كيتاخدي فيها تعاونك ما تأثرش على البيبي وكونترار تعاونك باش يكون البيبي تاعك مليح وباش تكون ينتم لها كما تأخديش لانسويلين وما تتبعيش النصائح تعطبي بتمالي تنضر ينضر الجنين تاعك دكتور عندي أنا سواء لك أسكو السكر هذا اللي مربوط بالحمل رح يأثر على طفل كيزيد دك إلا كان السكر اللي مربوط مع الحمل وما كانش يمبرزة شارج قلنا الجنين يجي ممكن يجي لك هذك هذك هو الجواب بتاعك يجي سمين ويكيزيد ويقدر يدير ديزي بوك دي سمين يقدر يدير نزول في السكر تاعه في الأيام اللول من الحياة تاعه لك مادام المرأة تتهلأ في روحة كما قل وتبع الإرشادة تعطبي بتاعها إن شاء الله البيبي يجي الوزن تاعه طبيعية والولادة تكون تاعها طبيعية وما كانش إشكال شكراً لأجوبة لاحبكم مشاهدينا أوني جوانياب تقدروا تعيطونا على رقم 32000 نزيدوستقبل مكالم واحد خلا ألو مساء الخير مساء النار مرحبا بيك مادام في ألو طبيب شكراً معنا شكراً لهاد الإميسيان معك أمينام سويدانية مرحبا بيك مادام معك دكتور كدفا تفضلي يعطينا الإنشغال ديالك ولا سؤال ديالك أنا حبت نبول دينكيسيان أنا حبيبا بيك مادام لأنها انصة شكراً بيك مادام شكراً للتكاغنة ما قال تلي سيكيام سوماً لا سيكيام سوماً سيكيام سوماً يعني أحمل جديد أعمل جديد أيها وهي تهلت على نطول المدينة بيك بيك تحتوي على الطريق مع المدينة يكون لها في كامل كان لها لأنها هي لم ينحفة لاحبا كيفية وعن دونك تageبت بزفendi تاخذ بزف المعارضات اذا شكرا تقوم باستهار المنطقة من كالشيك لا تكون قانون لا تقوم بسان لذلك لا تقوم شكرا شكرا جيدا اشترك شكرا على وفائكم. مرسي. سؤال لول شبن صرحوه لنا من لول. سؤال لول عنده علاقة مع الرياضة أنا ما نوافقش انه الرياضة خصوصا لنا نتاسيو يعني ما فيهاش ماهيش رياضة عنيفة ورياضة حتى في بداية الحمل ما كان حتى إشكال. إلا كان الحمل هذا طبيعي وما فيه حتى خصوصيات تقدر تمارس الرياضة تحا بدون إشكال يعني كان بعض النساء اللي ما فاقوش بالرم بالحمل وكملوا الرياضة ما كان حتى إشكال. إلا كانت تمارس الرياضة للمتاعي يعني ما كان ما كانش إشكال. قليلا سيوجع بزاف وتشرب البارسيتامول. ما يخص البارسيتامول هي هي من ناحية المبدأ الأدوية الأدوية اللي ما هيش ضرورية. نيفيتي وهالس دوليسان يتفادها في ذلاثة الأول من الحمل. خصوصا كاين أدوية ممنوعة. كل الحمل كاين أدوية ممنوعة في الثلاث الأول يعني كل الجنين في طور التكوين تعه كان أدو يمنوع في الثلاث الأخير اللي عندها علاقة مع بعض المشاكل أما إلا كان بعض النساء عند يعني عندهم صداع صداع وصداع مشكل كبير يعني وتعامل معها غير مع البراصيتامول ممكن تاخد بدون مبالغة يعني ممكن البراصيتامول في حدود العلم حاليا ما عندوش ما يمتش تشوهات الجنين ما يمتش مشاكل الجنين في حدود بدون مبالغة حتى البراصيتامول ما لازمش الإنسان يبالغ فيه يعني ممكن إلا كانت كثرت بزاف من البراصيتامول هي اللول تنظر ممكن تدينينا بروبلاما في الكبد تحى يعني خطير تاخد البراصيتامول بصفة معقولة يعني تحاول تلقى توازن ما بين صداع تحى وما بين المضرة تحى يعطيك صحة دكتور كيفالي كنت معنا اليوم ذكروا مشاهدة تعنا أنك تابيب أخصائي في أمراض النساء والتولد ملا مشاهدين نشكركم على وفقكم عندك كلمة آخرات خلال المشاهدين يلا ببساطة أنه ما لازمش النساء يعقدوا بزاف الحمل هذا الحمل ما هوش حالة مرضية عاودوها يعني الحمل حالة طبيعية ووقت سعيد إن شاء الله يبدأ سعيد ويخلاص بساعدة يعني إن شاء الله هذا هو وياخدوه ببساطة ويعيشوا حياتهم بصفة طبيعية الحمد لله مشاهدينا نشكركم على وفقكم موقع لي غير نقولكم تهلوا في صحتكم تصلوا بنا طيلة أيام أسبوع رقم 3800 ونتلاقى من شاء الله أسبوع الجاي وبقى على خير